بعد معارك استمرت لأيام فرض الجيش الوطني وسيطرته الكاملة على مديرية المسراخ في ريف تعز مصادر في المقاومة الشعبية أكدت أن المديرية أصبحت خالية من ميليشيا الحوثي والمخلوع وعد السيطرة على إدارة الأمن ومقر سلطة المحلية في مركز المديرية الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة تعز أكد رسميا أن المسراخ مديرية محررة وعد السيطرة على كامل المديرية مشيرا إلى أن المعارك تدور الآن في منطقة الأقروض المجاورة والجيش والمقاومة يطاردون ما تبقى من عناصر الميليشيا الإنقلابية بحسب بيان نشره الناطق على صفحته الشخصية وكان الجيش الوطني مدعما بالمقاومة الشعبية قد تمكن قبل يومين من تحرير عدد كبير من المناطق والقرى التابعة لمديرية المسراخ وذكرت مصادر في المقاومة أن عشرات المسلحين الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع قتلوا في المواجهات التي شهدتها المديرية خلال الأيام الماضية يأتي هذا التقدم في جبهة المسراخ متزامنا مع تقدم من مماثل تحرزه المقاومة على جبهات مختلفة في تعز في حين تتواصل المعارك بين الجيش الوطني والمقاومة وميليشي الحوثي والرئيس المخلوع من جهة أخرى في مختلف الجبهات اشتركوا في القناة